اشتركوا في القناة طبعا اكيد انها امامة التكلم المتلهد يعني هو النهاردة هنعرف اذا كان فاصلة الدم بس هو الكلام نفسه غريب جدا يعني ايه فاصلة الدم تأثر في الشخصية صحيح هو فعلا كلام جديد ده حقيقة ده صحيح فعلا يعني يعني ازاي ما هوضح لحضرتك هو الموضوع كله فعلا يعتبر موضوع جديد انا كتبته ونشرته من حوالي ثلاث سنين في جارية عقيداتي هذا البحث مكتمل عن علاقة فاصلة الدم بشخصية الانسان تمام وتوصلت ان العلاقة دي علاقة دلالية وليست علاقة سببية يعني ايه علاقة دلالية يعني انا ممكن من فاصلة الدم حضرتك استنتج ابعاد شخصيتك فده استنتاج وده وممكن تجد في الفصيلة النمط وعكسه تماما ازاي حوضحها يعني العلاقة علاقة دلالية وليست علاقة سببية ما يقاربهم ودي نقطة مهمة جدا ما فيش تطابق ما فيش تطابق فعلي بين أنماط البشر نهائي ده نقطة دي نقطة لابد أن نحن فاهمينها لكن أصحاب نفس الفصيلة أصحاب نفس الفصيلة بتجد ما يجمعهم يعني الأشياء المشتركة فيهم في الغالب أكتر من 8% فيهم أكتر من الأشياء اللي بتفرقهم يعني دي نقطة مهمة جدا يعني تجد الأصحاب الفصيلة مثلا بيه معظمهم وده بحث فوجيتي بيه زي ما قلت لحضرتك أن اليابان بيتكلموا في المضوء ده من سنة 1913 خدت بالحضرتك وده موجوده ومنشور على النت وموجوده ربطه بين فصيلة دم الإنسان وشخصيته أحد الكتاب اليابانيين في السبعينات مش متذكر اسمه دلوقتي بس موجود على النت الرجل ده عمل كتاب بيشرح وبيربط بين فصيلة دم الإنسان والشخصية الكتاب ده وزع في اليابان نفسها خمسة مليون نسخة 70% بالشعب الياباني مقتنع تماما بالفكرة بس ما عندوش السر بتاعها وبيطبقها في إيه حضرتك يعني تطبيقات وده النقطة اللي عايزين نعرف يعني وكافة الحاجات دي كلها ده كله ده شغل تنجيمه وكل ده شغل كفر لكن جزئية ان انت تستمتج علاقة يعني شخصية الإنسان وتربط بين شخصية الإنسان وفصيلة دمه ده جزء من علم النفس طب أنا عايز أعرف بس طبيعة كل فصيلة دم يعني حديك ممكن تقولينا ومثلا طبيعة شخصيتها كذا وتتوفق مع إيه أو تتوفق مع إيه وده كلام ده في الأغلب والأعام ولسه في المطلق يعني لما نيجي النهاردة يعني الكلام مفيش حاجة مطلقة 100% لكن لو اتكلمنا مثلا الفصيلة بيه أكثر الناس توفقا معها الناس البيه والفصيلة الثانية او يعني تجد أصحاب الفصيلة بيه والفصيلة او أكثر توفقا مع بعض حضرتك حتبدأي تعرف الحاجات ده كلها كواقع وتطبيق عملي لما كل إنسان يبدأ يشوف أقرب الناس لأصدقائه في حياته يعني الدليل والواقع في إيدك حضرتك بيشوف النهاردة أقرب بس توفق أنت متأكد من فصيلة دمك صحيحة لأنك تتكتب زمان في البطاقة الورق شيء روتيني لأننا شفنا الحاجات دي والحاجة التانية معظم الناس برضو تجد أن الواقع ناس كتيرة جدا ما تعرفش فصيلة دمك فبالتالي ممكن تيجي تسأل واحد يكون قريب منك جدا يعني عايزة أقول أن لابد أن يكون التحليل أو الاختبار صحيح طب إحنا دلوقتي عارفنا بقى هنستفيد منها طبعا في الزواج بالزبط دي نقطة مهمة جدا ما أنا حقول لحدك النقطة هنطبعها إزاي ونفهمها إزاي دي نقطة مهمة جدا يعني إحنا يعني قلنا في الاختيار في اختيار وتطبيقات الزواج وده بيتم في اليابان قريدي بالفعل يعني اليابان في وكالات التزوج اليابانية بيبدأوا من ضمن الحاجات اللي بياخدوها عن الناس معرفة فصائل الدم فصائل الدم بيبدأ يعربوا الناس من بعض أو يكلموا و7% من الشعب الياباني يعني نادرة ما تلاقي حد من الشعب الياباني ما يعرفش فصائل الدم لأن الفكرة دي والسيتلد وبيطبقوها في حياتهم جدا في الصدقات وحتى كمان والغريب جدا كمان حتى كمان في مجال العمل مجال العمل والتوظيف الشركات اليابان بتأخذ بهذا الفكرة في الحياة ده بالإضافة للموضوع الزواج لأن ده من أخطر ما يمكن وأهم ما يمكن موضوع الزواج لأن ده بيبقى مسؤول عن استقرار أسري لأن التوافق النفس الروحي التقارب بين الزوجين أهم سبب أو أهم شيء لاستمرار العشرة والتفاهم وتحمل الأعباء لابد نكون في توفق نفسي روحي وده اللي احنا بنتكلم فيه أو بنعبر عنه بعملية الحب والموادة والراحة النفسية اللي بين الزوجين اللي بيخلوهم يتحملوا ويبلعوا البعض زي ما بنقول إيه حاجات كتير لكن لو ما فيش توفق نفسي ولا الروحي كل واحد ببقواقف آه طبعا ببقواقف للطرف الفصيلة بيه زي ما قلت الحضرية دلوقتي الفصيلة بيه أكثر الناس بتتوافق أساسا ودي نسبتها بالمناسبة في أو في المجتمع أو في البشرية برافو عليك صحيح تسعة في المية يعني لو كلمنا عن الفصيل الدم بنسبة لنسبة التوزيع هتلاقي بالزبط كده زي المسل الشريف قال الفصيلة أو أكثر فصيلة شائعة في الجنس البشر هي الأو وده من حصن الحظ يعني شيء جميل جدا لأن معظم الناس دي أصلا أعلى في قلوبها ويدركها إدراك قلبي دي أول حاجة بتمثي النسبة حوالي قدية حوالي ستة واربين في المية دي طب يعني الأرقام ماهيش يعني ماهيش يعني بس في الأو في كذا حاجة ما أحقول لا في أو مجاب وسارب دي أخضيها تانية لا لا ده طريق تصنيف تاني لكن عايز أقول أن نسبة الأو في المجتمع في المجتمعات البشرية بتختلف طبعا من دراسات الأخرى ومن مجتمع لآخر لكن في المجمل يعني أن هي أكتر فصيلة شائعة هي أوبة مصر حوالي ستة واربين في المية يليها الفصيلة A اتنين واربين في المية فصيلة B تسعة في المية فصيلة A-B حوالي تلتة في المية نجمعهم حلقهم مية في المية قد تجد في بعض الدراسات تلاقي فيه بعض الاختلافات فيه الأرقام لكن الكل بيجمع لأن الأو هو الكمن لكن النسب ممكن تختلف في الأرقام لكن الأو هو الكمن بعدها الأو البي الاب حلوى التوافق زي ما قلت السيد شريف دلوقتي في جزئيه التوافق الأزواج أو التوافق النفس الروحي ده أنا نخش في التوافق ماليش خليل أخذ الحرب لحب عشان سادة مشاهدين برضو ورا كبير الأف آه تفضل طيب إحنا أنت فهمنا ده في أو وفي بي وفي أو وفي تمام ماشي أو أنا النهار ده عايز أحلل شخصية حضرتك حضرتك أو عايز أحلل شخصيتك أعمل دي جميل أوي تمام أعمل إيه بقى ما هقول لحضرتك حاجة أولا لما بنبدأ نقرأ نعرف في التحليل الشخصية والتوافق إيه اللي بيخلي البي مع الأو أكثر توافقا إيه اللي بيخليهم ما يميزها هاتين الفصيلتين البي والأو اللي بيميزهم أنهما ناس ببقى عقلهم أساسا الغالبية فيهم عقلهم في قلوبهم ده باب يعني بتلاقيه الجانب الجانب العاطفي أو الروحاني فيه عالي هو اللي بيسيطر عليه بالضبط كده هو يعني يسيطر عليه أو بمعنى صح بيبقى متميز بهذا الجانب الجانب الروحاني أو العاطفي في الفصيلة بيه وقوبة لقيمهم بيتميز بهذا الجانب الجانب العقلاني أو اللي هم بيعتبروه عقلاني ودعنا ما بيعتبروه بالبحث بتاعي اللي بتجد الإنسان اللي هو بيبقى جاف عاطفيا ومد الفكر وعنده الأمور يعني سبحان الله اللي هو أصحاب الإدراك الذهني معظمهم معظم أصحاب هذه الفصيلة ولاس لكله دي نواته مهمة جدا عشان محدش يزعلي يعني الفصيلة ايه والفصيلة ايه بي معظمهم إدراكهم إدراك ذهني أو مادي بمعنى صح مادي وتجد أكتر التوافق بينهم في حالات الزواج وحتى كمان في الحياة وفي الصدر ايه بينهم من بعض يعني ايه وبي يعني أحدك أصدق تجوزهم من بعض ايه والاي بي معظمهم اه يعني كلما كان هو وفقا حتى للبحث الياباني زي ما قلت لحضاتك عليه انه كلما كان فصيلة الدم هنا كلما كان الزوجين من نفس الفصيلة كلما كان نسبة التوافق اه ونجاح هذه الزيجة أعلى على عكس اللي بيتقال أو التضاد هو اللي بينجذب لا اصلا فكرة برضو حكاية التضاده دي او ان الترافير اشترك تكمل حاجة وده ما انا هقول لها وده دي وجهة النظر في هذه الجزئية اه انا شخصيا مش مقتنع تماما بحكاية انه يبقى الايه الاتنين مكملين لبعض ان انساني يكون فيه بعض الصفات والطرف الاخر يكون فيه الصفاتات المدادة لا 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 بس لو واحد عصبي واحد عصبي الاتنين مش غيمشوا معه انا حقول لحضرتك مع التوافق النفسي الاتنين بيتحملوا اصلا ما فيش حد عصبي على طول معايا يعني باستمرار يعني الا اذا كان فيه اسباب تؤدي لهذا الشيء يعني لكن انا عايز اقول ان حكاية الاتنين يكملوا بعض لا انا انا في تصوره الشخصي ان المفروض ان كل ما كان توافق يعني الاتنين فهمهم بعض اكتر والاتنين بذات الصفات وذات الشخصية اكتر بيقدروا يفهمهم بعض اكتر وتستمر الحياة وبتنجح بشكل اكتر اكتر اه نستفيد بقى 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 ايه يعني انا انا خلاص بالزبط نستفيد بقى هنستفيد بقى كده ازاي غير التوافق الزوجي تمام دي اول حاجة الحاجة التانية حضرتك دلوقتي يا فزي شريف هيكتب تقول لنا في المدارس ان هما دلوقتي الاطفال بيقول فصائل الدم بيقول مع بعض اه ده صحيح بس احنا مش هنقدر بالنسبة للمصر محناش محتاجين لتطبيق هذه الفكرة في هذه الجزئية انا اللي هميني انا الاسرة التوافق النفسي الروحي ليه لان احنا مشاكلنا في عملية عدم التوافق النفسي او بمعنى صح مشاكل سوء الاختيار اللي بتؤدي الى نسبة طلاق عالية جدا في المجتمع المصري او المجتمع طيب يا فريد دكتور انا اخترت حد فاصيل الدم ومش متوافقة معايا خلاص وانا بحبه طيب ايه الحل في ده والله ما انا لسه بقول لحضرانك حاجة اولا يعني اولا اذا كان هناك توافق بس يبقى انا يبقى توافق فكري في ما بيجمعنا يعني بنتفق في اتجاهات وفي رؤى ده ده اللي يهمني طالما ده موجود ان انت سابق الموضوع فصيلة ايه ان كان الامر لكن في حال عدم التوافق بقى دلوقتي ويعني يعني انا لما معرف الفصيلة زي ما قلت لحضرانك باللوقتي لو حضرتك او اكتر الناس ليك هيبقى متوافقين معاك او وبي طب لقيت انت مثلا طبطي مثلا او فيك علاقة مثلا دي حد فاصيل الدم ايه الايه معظمهم ادراكوا من ادراك ذهني لكن بشكل برضو وهو دي نقطة مهمة جدا اختلاف لو فاصل دم واحدة اوضح اصد الدم ده حاجة يعني يعني ملموسة اصد دم واحدة يبقى اللتيجة واحدة لا ما هذه نقطة مهمة جدا اصلا انا انا قلت في بداية اللقاء والشريف ان العلاقة علاقة دلالية ودي نقطة مهمة جدا ايوة ولاست علاقة سببية لانها لو علاقة سببية اصبح الانسان ده مصير كنت المفروض هتجد كل الناس اللي بالنفس الفصيلة استندر واحد زي جهاز كمبيوتر هتلاقيهم كلهم نوع يعني استندر زي الابراج وزي غيرها وزي غيرها مش واقع ان انت تجد النمط بتاع الشخصية بتاع الفصيلة لكل الناس زي بعض لأ بس في صفات بيقوم مشتركين فيها بالزبط كده يعني احب نقول ان حاسق الحاج سؤال ويمكن هيدا النقطة الفرق بين تكوين البشر وديه فلسفة اختلاف البشر يعني 8% من البي والأو ادراكم ادراك قلبي 8% من البي والأو ادراكم ادراك قلبي 8% من الاي والاي بي ادراكم ادراك ذهني الكلام ده مش موجود بقى في دراسة اليابانية كلام ده في دراستي انا وده اللي انا كاتبو معايا 20% من 20% معكوسة بقى من البي والأو ادراك وادراك ذهني تجدوا بقى وحوضحها يعني ايه الفرق بين ادراك الذهني والادراك القلبي الاي والاي بي مش كلهم طبعا ادراكوا ادراك ذهني يعني مد الفكري يعني عنده سلفش قوي يعني اناني يعني المد عنده كل حاجة مش كلهم لا ده نسبق ده نسبق بس المجولي في هذه الجزئية بتجدوا ادراكوا ادراك مدى وعنده ان العقل ذهن وماد الفكري لكن الاكسبشن فيهم وارد لان ما فيش حاجة 100% وبالتالي بتجد حوالي 20% منهم وده فضل ربنا عليهم عالي النقطة اللي عايزين نوضحها في اللقاء ده مهمة جدا ان عملية عقل الانسان عقل الانسان فين لان في ناس دايما بيتربط بين عقل الانسان العقل والدماغ يعني تيجي تسأل اي انسان وده اللي مكتوب في الكتب وده اللي بندرسه وده اللي درسناه اي شيء حدك اصلا مجالك طب بشري صح انا جراح جراح وباحث في الاعجاز العلمي في كتاب والسنة وده من الابحاس باحث في الاعجاز العلمي في كتاب والسنة تمام يعني حدك يعني يعني ايه اه بالزبط كده حقول لحدك حاجة من ضمن الابحاس دي يا بسو الشريف يا حسن عبدالك مصطفى عحبود مثلا كان من اشهر الباحثين في هذا المجال ده صحيح بالمناسبة انا ليا دعوة ليا ندوة عندي تلاتة اربعة ان شاء الله في بداية الشهر اللي جاي في مسجد دكتور مصاو محمود اه بدعوة من الدكتور محمد قاسم المنسي استاذ الشريعة في دار العلوم جامعة القاهرة في مسجد مصاو محمود طبعا لان الرجل ده صاحب فكري يعني وانا وفي نفس المجال اللي هو الاعجاز العلمي في الكرآن وعندي استنتاجات جديدة يعني هي تضاف الابحاث حياتك بقى عملتها هذه اه تمام يعني وبعدين يعني نهاردة عشان خاطر البشرية تستفيد منها كاي بحث في الدنيا نعم حياتك عرضتها مين هل مسلا الساعات ان هي تسجل بعد كده يعني النقطة النقطة عالميا حتى يعني حتروح لفين بعد كده بالابحاث دي وعشان كمان ممكن حد ينقشك فيها يعني ممكن يقولك لأ او اه الابحاث دي اولا نشرتها في منشورات في 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 جرائد عملت بيها محلية اولا كمان دولية لا محلية لكن خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله بعض المجالات العلمية الدولية هتنشر العقل من منظور الدين والعلم تمام لكن خلينا في اللي جاية ده اهم حاجة كان ليا ندوات في الجامعة كلية العنوم جامعة القاهرة بدعوة من أستاذ دكتور محمد علي وأستاذ الناني التناج والفيزيكس في كلية العنوم وحضر هذه النادوة أسادزة من والخبر مع حضرتك ونقشوك بقى طبعا كان قمة الملاقشات وقمة الأسئلة بقى التكنيكا الجدا التكنيكا بالزبط كده تمام حلو قوي هل حصل اي حد مثلا نشاف ان عارض اللي كنت تقوله بالعكس كان كم من نقشك في في تفاصيل حضراك لو دخلت على اليوتيوب في الحلقة المسجلة ليا انا ليا حلقة على ازاعة القرآن كريم في جزئية التنمية البشرية من منظور إسلامي وليه حلقة على ازاعة القرآن الكبرى وكان ليه مدخلتين بس الموضوع الدم ده بالزبط الاعجاز العلمي في القرآن ده ممكن نتكلم فيه سنين لكن ده صحيح تبع وضوع ده تحديل الدم من الشخصية ده ده قصة ثانية خالص ده ده اللي حيوضح ده لسه بقول لحضرك دلوقتي في جزئية العقل لأنه هو ده اللي حيوضح الاعجاز العلمي في الجزئية دي بالزات في عملية العقل لسه بقول لحضرك دولة العقل دايما الناس فكرى وبتربط دايما بين العقل وذهن الإنسان أكيد والربط ده مش صحيح الربط ده مش صحيح لأن العقل الحقيقي للإنسان في قلب بدل قول الله سبحانه وتعالى قوله وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور العمل حقيقي للإنسان هو عمل قلب وبالتالي من هنا تجد درجات الإنسان درجات الإنسان وكل إنسان وبيتدنى أحيانا من هذه المرتبة إلى مرتبة البهيمية أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لأن الإنسان اللي بيفقد إنسانيته سيق تماما أنه بينزل لمرحلة الدنيا والشهوانية ومرحلة الإيه وحياتك شايف ان كل دوت ليه علاقة بالقلب على غير الشيء اللي نحن بقول بيفكر بعقله او بيفكر بذهب النقطة مهمة جدا في جزئية التفكير زي ما حدقك قلت يا سيد شريف دلوقتي ايه اللي بخلي الانسان كائن مفكر ايه اللي بيديله هذه الملكة ماشي؟ دائما بنربط بين برضو التفكير او بنبقى فاكرين ان التفكير ده المسؤول عنه الدماغ لا ده ما بيحدث من تسجيل النشاط الدماغي في هذه الجزئية اذا كان هو نشاط كهرابي لاشهارات ده وصلة للدماغي خطبها لحداتك لكن التفكير عملية تذكر عملية يعني كنت انسان مفكر يعني عايز اقول ان ليس من خصائص المادة التفكير يعني الانسان كاي مكون مادة في الانسان جسد الانسان جزء مادي في الاخر مكونه كله ايه مكونات الارض طب ايه اللي بيخلي الانسان كائن مفكر وهي دي النقطة المهمة جدا ليس من خصائص المادة التفكير وبالتالي عملية التفكير والادراك والعقل والاحساس والتدبر دي ليست من خصائص الايه من خصائص المادة انها من خصائص الايه الروح المكون التاني للانسان وبالتالي هقول لي حاجة يا عز الشريفة النهاردة الى الان لم يستطيع العلم العلم بقمة التكنولوجي اللي احنا وصلين لها الى الان والى يوم القيامة لم يستطع ان يصنع جهاز عنده القدرة على الحس على الوعي على الادراك على العقل ما عندهش هذه الرؤية ليه؟ لان اي جهاز النهاردة حتى الريبوت او الحاجات كلها دي هدي مكونات مادية حتى كمان مش هتلاقي في يوم الايام ان انت تقدر تجيب جهاز كمبيوتر او وتيجي لو قرصت ويقول لك اي او يحس او يبقى عنده السنس فعملية الحس عملية العواطف بقى ودي لقطة مهمة جدا ان هو لما بتعمل كده حيعمل حاجة فهيونية فهيعمل الرياكشن لكن مش طبيعي بالزبط كده هي دي النقطة بقى المهمة جدا حال الانسان يبقى المسؤول عن كل الانسان يكونوا مفكر اللي نخلي الانسان يكونوا انسان عاقل الروح ومدرك الروح وبالتالي حد للحاضج يعني دليل من القرآن الانسان عندما يبقى في حال النوم يفقد هذه الأحاسيس تماما يعني لو لو دخلت احساسي على انسان نايم ويفشت انه لا ي seen ولو اتكلمت جانبه ليسمع له choppu والو لو دخلت على اخر مرة نايم وقالضي ريحو الارفاء وخدت باللوحو الكبيوتر ما بيحسش بهذه الأحاسيس في طولة ما هو نايم لكن بمجرد ما بيعتقذ يا سيد شريف مجرد ما بيصحى منهم يقول الله إيه ريحة دي في ريحة حلوة حتى كمان لو كان الإنسان قعد معه في القوضة وخرجه يقول لك حد جاء من مجرد أنه آه في حد كان هنا موجود بمجرد ما صحي طيب ليه ما شمش هذه الأحاسيس ليه ما شفش ليه ما اسمعش طولة ما هو نايم وفي غيبوبت النوم لو إن هذه الأحاسيسية مكون مادة أو جزء مادة فقط وبتنتشر أو بتصل إلى مراكز المخ عن طريق الإشارات العصبية فما فيش حاجة تمنع من صريان هذه المؤثرات إلى مراكز المخ أثناء الإنسان نايم لأن هناك المخ بيعمل ونشط أثناء النوم لكن النقطة المهمة جدا أن هنا الروح نفسها بتنفصل عن جسد في حالي النوم وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى علي الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى ما يعني أن الإنسان في حالي النوم بيبقى صورة شبيهة بالموت وبالتالي بتنفصل الروح عن جسد انفصال مؤقت وده غير تام وبالتالي تتوقف عملية الأحاسيس يبقى الحس لو جزء من العملية العقلية ده المسؤول عنه الروح وليس الجسد كيف الكلام في العلم ما بينتهيش وأبحاث حضرتك أكيد مش تنتهي وحضرتك النهار ده نورتنا مرسي لحضرتك حاجة يعني جديدة علينا بالصراحة يعني مبينة مؤيد ومعارض ومختلف هنشوف بقى الموضوع دوت ويعني أكيد الدكتور حيستمر في أبحاثه وحنشوف فعلا ممكن إزاي نستفيد فعليا بهذا الموضوع هل فعلا ممكن نعرف شخصية من تحليل الدم جريبة شوية مشاهديده كنا أبعاكم النهار ده أنا وإيمال وأشرف من خلال نهارك سعيد نشوفكم إن شاء الله بكرة مع فريق عمل جديد وطاقة مع عمل جديد على ماللايب سلام اشتركوا في القناة